أنا اسمي حسن حج إبراهيم أنا من الدفاع المدني قاموا سيارة الأسعاف بتتوجه إلى المعبر اللي حددونا إياك مع الإجلال المصابين قامت قوات النظام بإطلاق النار علينا والشاب شوفين سيارة الأسعاف وتصاوب بقلب سيارة الأسعاف وقلب سيارة الأسعاف كمان في مدنية تصاوبت وإني هلا بين الحياة والموت حتى الشاب اللي كان عمال يفتح الطريق بالتراكس كمان رموا عليه وكمان صاوبوا للشاب وكمان هو بغرفة عمليات هلا بين الحياة والموت رموا علينا أول مرة رموا علينا عشوائي من فونا رجعنا نسحبنا دخلنا ثانية مرة رجعوا رموا علينا رجعنا نسحبنا رجعنا دخلنا ثالث مرة فقاموا رموا علينا بالصوية الشاب اللي موجود قلب سيارة الأسعاف الشوفير سيارة الأسعاف رموا عليه والمدنية اللي موجودين قلب سيارة الأسعاف كمان رموا عليه هون ما في وجود لا للصليب الأحمر ولا للأمم المتحدة ولا وجود لأي منظمة عالمية أبدا دفاع المدني كان عمال يشيل السواتر عمال يفتح الطريق كرمان نخرج المصابيل من مدينة حلب المحاصرة